اعتماد خارطة طريق جديدة لتنفيذ عمل المنسقية العامة للتحول إلى النظام الرقمي هو محور الاجتماع الذي أشرفت عليه وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة مادلين ألنغي بصالة الاجتماعات برئاسة الوزراء المناسبة كانت بحضور وزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات ورئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى جانب أعضاء اللجنة تقرير محمد حسن نادم اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوطنية للتحول من النظام السمع البصر القديم إلى النظام الرقمي الجديد يهدف إلى اعتماد خارطة الطريق الذي أعدته المنسقية العامة للتحول نحو الرقمية وذلك من أجل الدخول إلى عالم الرقمية بحلول العام 2020 رئيسة اللجنة الوطنية وزيرة الإعلام الناتق الرسمي باسم الحكومة مادلين ألنغي في كلمتها بهذه المناسبة أشارت إلى أهمية هذه الخارطة في تنفيذ المحمة التي أوكلت إلى المناسقية العامة للتحول نحو الرقمية في ظل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات كما أكدت تأوقف اللجنة الوطنية الدائمة بجانب المناسقية لتهقيق الأهداف المنشودة هذا وقد تخللت المناسبة عدة مداخلات تأتي محورة حول النقاط العساسية لخارطة الطريق لسيما مفهوم الرقمية من الناهية التقنية والقانونية وأكز التوئي الإعلامية والإخبارية وبعد مناقشات مستفيدة تم اعتماد خارطة الطريق مع تعديل لبأة من النقاط الأساسية بغية السماح للمناسقية العامة للتحول نحو الرقمية متابعة أنشطتها وبرامجها الرامية إلى الهجرة من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي وكذا الوصول إلى مصاف الدول الصائدة في مجال نقل الأخبار والمعلومات والاتصالات اشتركوا في القناة